لا تتوقف إسرائيل عما وصف باستياض قادة الحرس الثوري وأذرعهم بالمنطقة ساعات بعد غارة في المزة بدمشق قتل فيها قادة بالحرس الثوري وعناصر بحزب الله انفجرت سيارة في جنوب لبنان باستهداف مسيرة إسرائيلية لها اليوم وكشفت مراسلة الحدث عن مقتل عنصر من حزب الله في الغارة على بلدة كفرة وفي التفاصيل استهدفت مسيرة إسرائيلية قرابة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم سيارة ربعية الدفع بالقرب من حاجز الجيش اللبناني عند مفترقي كفرة صاربين في قضاء بنت جبيل وأطلقت باتجاهها صاروخا مواجها مما أدى إلى تدميرها واحتراقها وأضافت مراسلة الحدث أن السيارة المستهدفة في الغارة الإسرائيلية على كفرة تابعة للوحدة المتخصصة بحماية الشخصيات ونقل القادة وأن القتيل يدعى فضل سلمان صحيفة دعوت أحرانوت كشفت أن نتنياهو غادر جلسة الحكومة لإجراء مشاورات بعد الغارة الإسرائيلية على سيارة في كفرة جنوب لبنان موسيقى 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 غارة غارة يا شباب غارة غارة بكفرة حد الحاجز حد حاجز الجيش بكفرة استهدفوا سيارة موسيقى على كل المزيد من التفاصيل حول هذه العملية الإسرائيلية في لبنان معنا من بيروت مراسل الحدث محمود شكر محمود مساء الخير لك أهلا بك بالأخبار الليلة معك نتابع آخر التفاصيل المتوفرة حول هذه العملية وحول عدد القتل هل نتحدث عن شخص واحد استهدفة من حزب الله أو هناك عدد أخرى نعم ما بين الوقاعة الميدانية التي حصلت بالجنوب والتي باتت معروفة للكل وأيضا الروايات التي خرجت عن الإعلام الإسرائيلي والذي أشارت فيه إلى أن رئيس الوزراء خرج لمتابعة هذه العملية تبين إلى أن الإسرائيلي كان يستهدف شخصية قيادية من الصف الأول أو الثاني على المستوى العسكري والأمني في منطقة جنوب لبنان ولكن الإجراءات التي يقوم بها الحزب من خلال عمليات الانتقال أو التبديل بالسيارات أو عمليات التمويه الذي اتخذها منذ فترة وخاصة بعد عمليات الاختيال بوسط السيارات أدت إلى أن هذه الشخصية غيرت مسارها ولم تتواجد في السيارة المستهدفة لذلك ما أن وقعت العملية بوسط الطائرة المسيرة حتى أبلغ رئيس الوزراء بالعملية وهو خرج يتابع على قاعدة إلى أن الشخصية المستهدفة من الطراز الأول الأمني كانت قد استهدفت ليتبين بعد ذلك إلى أن الشخص الذي كان في السيارة هو من وحدة الأمن الوقائي التابع أيضا للأمن في حزب الله وهذا ما نعاه الإعلام الحربي وعليه يكون الذي استهدف بالعملية هو عنصر عديد وليس من القياديين وتكون الأعداد اقتصرت على شخص واحد بخلاف كل الروايات التي تحدثت عن شخصين من الحزب أو أيضا عن شخص سيدة لبنانية حتى أن هذا اللغط أو التضارب في العجالة بالروايات التي تخرج على المستوى اللبناني أو الدولي بالإعلام أو حتى أيضا من قبل الإعلام الحربي الحزب الله ذهب إلى أن الإعلام الحربي ذهب منذ حوالي الساعة إلى الإعلان على أنه هناك سيدة قد فارقت الحياة وأن عنصره قد نفذ عملية عسكرية باسمها ردا على مستوطنة إفافيم ليتبين بعد ذلك إلى أن هذه السيدة لا تزال ترقد حتى هذه الساعة في المستشفى وهي حالتها ما بين الحرجة والمستقرة ليعود بعد ذلك الإعلام الحربي ويصدر بيان ثاني معدل عن نفس الواقع ولكن يخرج منه أو يقوم بحذف اسم هذه السيدة أو أن العملية كانت باسمها بالنسبة للجرحة هم ثمانية في مستشفى تبنين نقل جميعا حالتهم أيضا مستقرة فقط هي حالة السيدة ما بين الحرجة وما بين أيضا تحت مستوى الخطر هذه هي كل التفاصيل التي جمعت من الوقاع الميدانية أو أيضا من الإعلام الحربي الذي نعى أحد مقاتليه وأيضا نعى منذ بعض الوقت إلى الدعوة للمشاركة بتشيعه غدا أو أيضا الإعلام الإسرائيلي الذي ذهب إلى القول إلى أن هذه العملية كانت تستهدف شخصية مهمة من الطراز الأمني الرفية شكرا جزيلا لك محمود شكر مراسل حدث من بيروت على كل هذه الإضاحات شكرا جزيلا لك